هل سمعتم آخر الأخبار؟ الصين لم تعد الدولة الأكبر من حيث عبد السكان شهدت الصين أول انخفاض بمعدل النمو السكاني منذ 60 عاما حتى اليابان إذا أكملت بالمعدلات الحالية ستصل إلى نسبة انخفاض 16.3% بحلول عام 2050 الكثير من الدول الأوروبية تشهدوا المصير نفسه حتى وصل الأمر بالرئيس الروسي للطلب من النساء زيادة الإنجاب والرئيس الكوري الشمالي ذرفت دموع ليقنع الشعب بزيادة الإنجاب ما الذي يمكن أن يدفع بديكتاتر مثل كيمز البكاء؟ تضعن إعادة خلطة التوازنات الإقتصادية والديمقرافية في العالم من العملاق الصيني إلى القرى العجوز تواجه قول نقصاً بالقوى العاملة المساهمة للإستصال مما يشكل ضغطاً على أنظمة الرعاية الصحية والأنظمة التقاعدية حيث أصبحت نسبة متقاعدين تفوق نسبة العاملين ولكن ما الذي أوصل تلك الدول إلى هذه المعدلات المنخفضة من النمو؟ جواب في الفيديو القادم مع تأل عميرة كرة الأرضية تحترق العالم يغرق تغيرات مناخية تؤثر على كل جوانب الحياة فما بالونا بأعداد السكان؟ عصير، طقس متطرف، موجات حر وبرد تدفع السكان للنزوح وتؤثر على المحاصيل الزراعية ضحايا مباشرين لهذه الكوارث باتت أعدادهم بالألة الأمر الذي يعني انخفاضاً إضافياً بعدد السكان من الناحية الطبية يعد العقد ناتجاً عن عوامل ذكرية وعوامل أنثوية بنسبة متساوية ويعد عمر الأم وتأخر سن الزواج بالإضافة إلى البدانة التي تؤثر على جوضة البويضة من أبرز أسباب انخفاض قصوبة الإناحة أي انخفاضاً إضافياً بالأعداد ما عن تغيير عدد الزواج والمواعدة وتأثيرها على انخفاض نسبة الولادات جين وكلوة سيخبرون عن النحية الاجتماعية شهدت العلاقات وعالم المواعدة بشكل عام لغيرات جذرية هذا ما أصبح عليه عالم المواعدة اليوم استبدلت أهداف الزواج التقليدي بالمواعدة عبر منصات التعارف التي تلبي غاية محددة يعني كلنا منعرف لين نستعود تنزل وبعد الأفكار والحركات الجديدة فوربي موفمت مثلاً ناسفت فكرة الزواج كاملاً لأن النساء يرفضن الرجال بشكل قاطع لدرجة أن حكومة كوريا الجنوبية تدفع لهن ليقبلن بالإنجاب سيدات العاملات أصبحت أولويتهن العمل واتفع معدل العمر عند الإنجاب بشكل ملحوظ ومعدل عمر الزواج عدعاً مثلية جنسية التي تمنع أو تحض الولادات الطبيعية بعيداً عن التبني أو الإنجاب بطرق مخبرية كل هذه العوامل وغيرها تساهم في تطلير عدد السكان فهل تأثير نسير البشرية إلى الدينوزارات؟ أشكراً عبد الله اشتركوا في القناة